اهلا بيكم النهاردة هعمل معاكم كيك من الكيكات اليومية السهلة كيكة الفانيليا والشوكولاتة طبعا كتير مننا بيحب كيكة الفانيليا وبرضو كتير بيحب كيكة الشوكولاتة النهاردة هعملها معاكم ميكس مع بعض بطريقة سهلة جدا ومكوناتها اقتصادية يعني حجم الكيكة دي بس ببتين مظبوطة جدا وهشة وطعمها لزيز جدا جدا ناخدها جنب الشاي بتاعنا اول قهوة الصبح ونبتدي كده اليوم بحاجة حلوة ان شاء الله يلا بينا نبتدي على طول ونشوف الطريقة ازاي بس في الاول حب افكركم لو اول مرة بتشوفوا قناتي اهلا بيكم منوريني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس لو حابين توصلكم كل فيديوهاتي الجديدة ولو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك ودي كده المكونات اللي احنا محتاجينها للكيك بتاعنا محتاجين كوبايتين من الدي دي العادي متعدد لاستخدامات وكوباية من السكر وزيها كوباية من الحليب ونص كوباية من الزيت وابتين بدرجة حرارة الغرفة ومعلقتين كبار من الككاو الخام الغير محلة ومعلقة كبيرة من البيكنج بودر وعلشان تكون كل المكونات مظبوطة معاكم استخدموا نفس الكوباية في اياس كل المكونات اول حاجة بعملها في اي كيك ان انا بجهز الصنية الاول وبسيبها جنبي بحيث ان انا اول ما خلص الخليط بتاع الكيك ادخله الفرن على طول ودلوقتي حاجيب بولة وحضيف فيها المكونات الجفة الدقيق والبيكنج بودر وحنخلهم كويس جدا جدا وحقلبهم مع بعض واتأكد ان البيكنج بودر اتوازع كويس مع الدقيق وحنضيف عليهم رشة ملح علشان يوازن الطعم وهنا ضيفت رشة الملح وبرضو حقلبهم مع بعض كويس واسيب بقى الدقيق جنبي واجهز الخليط السيل بتاعنا في البولة حضيف فيها البطين وعليهم السكر ومعلقة صغيرة من الفانيليا انا هنا استخدمت المضرب الكهربائي ولكن تقدروا طبعا تستخدموا الخلاط عادي جدا هتديكم نفس النتيجة بالزبط ولكن يعني حاولوا مدة الخفق تكون من دقيقتين لتلات دقيقة علشان تاخدوا نفس نتيجة المضرب الكهربائي ولو مش متوفر مضرب كهربائي او الخلاط تقدروا تستخدموا الويسك المضرب اليادوي عادي وبرضو هتديكم نفس النتيجة ولكن حيبقى محتاج منكم شوية مجهود زيادة بس برضو في الاخر النتيجة نقدر ناخدها بالويسك عادي احنا محتاجين في كل ده ان الخليط يكون فاتح بالشكل ده ويكون داخله هوا وفوم كده كتير علشان الكيك يكون هش معنا انا في البداية قبل ما اشغل المضرب اللي بتهم بس السكر والبيت مع بعض بحيث ان السكر ما يترشف كل حتة كده وبتديت بالسرعة الهادية وبعد كده بالتدريج بدأت ان انا عالي السرعة واحدة واحدة ولكن لو في الخلاط هتشتغل بعادي مفيش مشكلة انا بس تجنبا ان السكر يتير يعني واول ما حنوصل للقوام ده حنبتدي ان احنا ننزل بقى الزيت والحليب لحد ما نضربهم كده منذ 30 ثانية وبعد كده حيكون جهز معنا ودلوقتي حنجيب الديه بتاعنا وحنضيف عليه الخليط كله مرة واحدة حاجة مهمة جدا في اي كيك احنا بنعمله ان احنا ناخد بالنا في خطوة التقليب دي لان احنا لما منتعامل بسرعة يعني كده احنا بنخرج كل الهوى اللي احنا دخلناه في الخليط وبالتالي في الاخر النتيجة ما بتكونش مرضية خالص بيكون الكيك مكتوم بسبب ان احنا خرجنا الهوى اللي فيه فاحنا بنتعامل بهدوء تماما وبناخد كده من النص اللي برا وبنحاول ان احنا ما نخرجش الويسك بتاعنا خالص من الخليط غير لما نتأكد ان دي كله داب تماما ففي الخطوة دي معليش نتحلى بالصبر شوية نعارف ان احنا عايزين نخلص بسرعة بس عشان تبقى النتيجة معنا كويزة في الاخر واول ما بنوصل للقوام ده وبنتأكد ان الكل دي اختفى تماما بيكون جاهز معانا وان احنا هنبتدي نقسم بقى الخليط لجزئين علشان نعمل كمان خليط الشوكولات بناخدها كده بالنظر وبنقسم الخليط لنصين هيبقى نص الفانيليا ونص الشوكولات بس برضو في المرحلة دي تقدروا على فكرة تقسموهم بالنسبة اللي انتوا عايزينها يعني ممكن تكونوا حابين الفانيليا تكون اكتر فتخلوا خليط الفانيليا هو الاكتر ممكن يكون العكس فعلى حسن ما انتوا حابين وبننخل الكاكاو بتاعنا بس علشان نتأكد انه ما يكونش فيه اي تكتلات وطبعا الكاكاو مكون جاف فالخليط بتاعنا حيتقال تاني فمحتاجين ان احنا نخففه في المرحلة دي تقدروا تستخدمه حليب او تستخدمه مية انا بستخدم مية علشان بحاول ان الخليط مايفتحش عن كده لان الحليب بيفتح الكاكاو بشوية في البداية كده بنضيف معلقتين او تلات معلق كبار من المية او الحليب على حسب اللي هتستخدمه وبنقلب كويس وبنشوف الخليط بتاعنا قوامه عامل ازاي لو لسه تقيل وبنضيف معلقتين كمان والحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزين ويكون نفس قوام خليط الفانيليا وكده قوام خليط الشوكولاتة تمام معنا والخليط كله جاهز ان احنا نحطه في السنية وندخله الفرن بس في الاول لو حيصدفكم حاجة زي كده لو مستخدمين ورق الزبدة والورق مش عايز يزبط معاكم يعني تقدروا تاخدوا من الخليط مسحة صغيرة كده وتحاولوا ان انتوا تلزقوهم مع بعض هيكون تمام معاكم كده ننزل بالخليط بتاعنا كده واحدة واحدة انا ابتدت بالفانيليا الاول وبعد كده الشوكولاتة وحعمل كده لحد ما اخلص الكمية كلها بالتزاوي وطبعا مشغالين الفرن بتاعنا على درجة حرارة مية وتمانين وانا بصراحة بحب استخدم الرف التالد اللي هو الاقرب للشوية بحيث ان هو اكتر امان من الرف اللي في النص بحيث ان هو يفضل محافظ على الكيكة ما تتلاسعش كده من تحت وبعد ما بنخلص الكمية كلها بتاعتنا تقدروا ان انتوا تعملوا كده زي ما انا عملت تلعبوا فيها بالعوض الخشبي كده وتعملوا فيها اشكال او ممكن تسيبوها زي ما احنا حطناها كده في الاول وحتتلع برضو معاكم شكلها حلو جدا ودلوقتي هدخلها الفرن وطبعا مش بفتح عليها خالص غير ممكن اخر دقيقتين علشان يعني اشايك عليها واشوف ايه اخبار السوى وكمان لو انتوا زي بتحبوا ان الوش يكون ناشف شوية تقدروا ان انتوا تشغلوا الشوية وبنتأكد ان هي استاوت تماما ان احنا نعمل تست كده بالعوض الخشبي وخلوا دايما التست بتاعكم في الكيك ان هو يكون من النص يعني نص الكيكة لان في الكيكة عمدا الجوانب هي اللي بتستوي الاول والنص هو اللي بيستوي في الاخر فده اللي التست بتاعه بيكون الازدق يعني وبعد ما بنخلص بقى بنطف الفرن ولو احنا في الشتاء كده بنحاول ان احنا نخلي الكيك يفضل موجود في الفرن المدة دي او دقيقتين بس ياخد من حرارة الجو واحنا فتحين باب الفرن كده شوية وبعد كده بنخرجها ولكن لو في الصيف تقدروا تخرجوها على طول عادي في حاجة حابة اكد عليكم جدا فيها في موضوع السوى وده يمكن انا اول ما بدأت ان انا اعمل كيكات كان ده دروب كبير بالنسبة لي هو موضوع السوى انا ملتزمة بكل حاجة والوصفة مظبوطة جدا ولكن الكيك مش مستوي طب انا عاملة كل حاجة والمقادير كلها مظبوطة والدنيا كلها تمام طب يعني الدروب ده فين وطبعا بعد تجارب كتيرة اكتشفت ان الدروب ده بسبب درجة حرارة الفرن عليكم ان تتخيلوا ان تكتشفوا ان السبب بسبب حاجة انتم مش متخيلينها ابدا يعني وده لان انا شايفة ان انا زبط الفرن بتاعي على درجة الحرارة المطلوبة في الطبيعي ان بعد تلاتين ديئة يكون الكيك معي مستوي ففي مرة من المرات قلت ان انا مش هلتزم بالوقت المحدد بالزبط وحسيب الكيك في الفرن يكمل سوى وفعلا بعد خمس دقيقة لقيت الكيك مستوي معي فكان بالنسبة لي هنا في حيرة شوية فازاي يعني مفروض ان كل الافران زي بعض فسألت حد متخصص في صناعة الكيك فعرفت انه مصطح ابدا ان درجة حرارة الفرن هي هي في كل الافران بتختلف من فرن للتاني حتى لو احنا مستخدمين نفس الدرجة بالزبط في فرن تاني ممكن يكون المية وتمانين درجة عنده هادية شوية فبيحتاج مثلا في الكيك انه هو يكمل سوى خمس دايق زيادة او عشر دايق زيادة فالعبرة هنا ان احنا مش بنلتزم بالوقت فقط ولكن بنهتم بالوقت ان احنا اول ما نوصل للوقت المطلوب مننا في الوصفة ان احنا نشايك على الكيك في الفرن لانا استوى فكده اوكي لو لسه ما استوىش فده معناه ان احنا بنسيبه يكمل سوى مش معناه ان احنا برضو نخرج الكيك من الفرن يارب اكون قدرت اوصل لكم المعلومة لان انا عارفة ان دي حاجة بتدايق جدا ان احنا نكون عاملين كل حاجة صح ولكن النتيجة في الاخر ما تكونش مزبوطة كده نكون خلصنا فيديو النهاردة اتمنى يكون عجبكم واستفدتم منه ولو حاجة بسيطة اشوفكم على خير في فيديو جديد بتمنى لكم الخير والسعادة مع السليمة